بمثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية والسباقات القدرة ينطلق يوم غدا الجمعة الموسم الجديد لسباقات القدرة للموسم الرياضي 2021-2022 باكرة الأنشطة الرياضية والفعاليات التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن الجميع يترقب موسما مليئا بالإثارة والندية خصوصا بعد الاستعدادات المميزة للصبلات المحلية موجها سموه الاتحاد الملكي برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة رئيس الاتحاد وكافة اللجان ببذل جهودهم من أجل انطلاقة متميزة للموسم الجديد من الناحية التنظيمية بعد أن عمل الاتحاد على توفير كافة الاحتياجات للصبلات والفرسان وتشهد قرية البحرين الدولية للقدرة الجمعة إقامة السباق التاهلي المحلي من الإمسافة 40 كم وسيقام السباق على مرحلة واحدة فيما ستكون الأنظار مترقبة بعد غد السبت نحو سباق 100 كم تاهلي دولي إضافة إلى سباق 80 كم تاهلي محلي وسيقام الفحص البيطري لسباق الغد مساء اليوم في قرية البحرين الدولية للقدرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر